ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تعاملوا منذ 7 أكتوبر مع ألاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية وأضافت الصحيفة أن الجنود يعانون من الأرق والقلق والذعر مما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة إلى هذا أفادت دراسة نشرت في مجالة لانست الطبية البريطانية أن الإسرائيليين غارقون في أزمة صحة عقلية بسبب هجمات 7 أكتوبر حيث يعاني السكان من القلق والاكتئاب في الوقت نفسه أقر وزير الصحة الإسرائيلي بنقص توفير خدمات الصحة العقلية وأعلنت حكومة الاحتلال منتصف يناير الماضي عن خطة لاستثمار مليار و 400 مليون شيكل إضافية بما يعادل 380 مليون دولار في تعزيز نظام الصحة العقلية